قلوات المجد للأطفال أمان لطفلك وراحة لبالك أول شي بقلكم قصة عن النبي كلها عظا وعبرة اسمعوني جيدة مر النبي صلى الله عليه وسلم في المعرات وراء جمع من الناس فقال النبي وراء جمع من الناس تخيلوا معي كانوا يخدشون وجوههم وصدورهم والدم يسيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله من هؤلاء فأجاب جبريل عليه السلام هؤلاء الذين يأكلون لحوم البشر ويقعون في أعراضهم فقط سبحان الله أعجبتني القصة وأثرت فيني بقول قصيدة كمان واسمعوها جيدة أيضا اسمعوها جيدة طيب ايه اسمعوها جيدة اطلقوا على مشاركات البنات اللي حيقولونها ترح الكلام هذا البسيط رح يفيدكم يفيدكم مرة مرة لأن الكلام البسيط فيه عضو عبره كثيرة طب يلا لا تقرب الغيبة تراها نشايب تنشبك في العالم وتلقى العقوبة واش تستفيد إذا تقفيت غايب ياخذ حسناتك وتاخذ ذنوبة الناس تبغى للمشاكل سبايب كن النبس ثوب ما هو ثوبة حتى الأخو صوب أخوه العجايب من يوم صارت كيمت في الجيوبة وتفرقوا ما كأنهم عيال شايب وتفرقوا ما كأنهم عيال شايب الله لا يسقي طريق ام شوبة لا جاك من يحسب عيوبة القرائب ويذكر خطاياهم وينسى عيوبة ترى ما يسوى مسير الركايب إياك ثم إياك لا تروح صوبة تحية تحية يا شاعرات علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع